موسيقى 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 في هذه المحاضرة سنتحدث عن الإلكتريسيتي موسيقى هذه المحاضرة ليست محاضرة أنا غير مسؤول عنها طلاب من جامعة البصرة طلبوا أن أشرح لهم هذه المحاضرة فقررتها السريع وقعد أسجل الفيديو عنها ستكون المحاضرة غالبا على جزئين هذا الجزء وسيكون هناك بعض جزء ثاني لهذه المحاضرة نبدأ بها المحاضرة طبعا مثل ما نرى الإلكتريسيتي موسيقى نرى الإلكتريسيتي موسيقى بهذه الأربع أسطر إلا كلمة ما عرف ليش يعني لو خال أي كلمة هتتكمل أربع أسطر إلا كلمة رح يتحدث بشكل عام أنه أهمية الإلكتريسيتي أو وين موجودة الإلكتريسيتي شنو هي بالضبط الإلكتريسيتي بداخل الجسم ببساطة إحنا قدنا نيرز الأكشن موتينشيل أو النيرف إمبالس اللي هي عبارة على الإعازات العصبية هي عبارة عن كهرباء الكهرباء بالجسم البشري ليست بمفهوم أنه مفهوم كهرباء أنه أسلاك كهربائية ودارات كهربائية وكذا لا مو بهذا المفهوم هي عبارة عن آيونز آيونز بشكل مبسط آيونز تكون تحمل شحنة أما موجبة أما صالبة فيكون أكو تيار الكهربائي نحن نعرف أن تيار الكهربائي ينتقل من قطب إلى قطب فنحن سيكون لدينا شحنات موجبة وشحنات صالبة داخل الجسم ستسبب انتقال ما بينها مجال كهربائي ستنتقل الطاقة الكهربائية من قطب إلى قطب هذه الأقطاب ماذا قصد بها بالضبط؟ أين حصلت هذه الأقطاب؟ ما الموضوع؟ ستنتقل من قطب ستنتقل بالمحاضر الأجهزة الأجهزة تستخدم لقياس الكهرباء من خلال الكهرباء الموجودة بالجسم سنفهم فتنقات معينة منها الـ ECG أنه صحة القلب إذا كان القلب بمشكلة أو لا الـ ECG سيطينا فكرة سيطينا فكرة أن كل شيء نورمال أو أبنورمال أو أكو شيء أبنورمال بما معناته هذا الشيء عن طريق الـ ECG الـ ECG سيقيس الشحنات الكهربائية المنتقلة من مكان إلى مكان يشوفها أنه طبيعية أو لا هذه فكرة الكهرباء هذه فكرة هذه المحاضرة هذه المحاضرة ستناقش هذه الأمور بهذا المعنى طبعا لدينا أول شيء الـ Nervous System مثل ما قاعد نشوف طبعا المشكلة أن هذه صفحة صورة صراحة عانيت بتكتيب هذه الأمور طيب الـ Nervous System فكرة الـ Nervous System هنا أنا أعتبر أنه بهذه المحاضرة أكون غلط ما هو الغلط؟ قال أن الـ Nervous System يمكن أن تكون مختلفة إلى 2 أشخاص وهو الـ Central Nervous System والـ Autonomic Nervous System طبعا الـ Autonomic Nervous System و الـ Central Nervous System كل حال هنا شيء مختلف يعني فهو ما يستطيع تسويهن بنفس الـ Classification راح أشوفها عشوية طبعا من أشخاص طبعا تسويهن بنفس أو أشخاص مختلفة وهذا أولا نيرز طبعا ما رح أشرح فكرة هنا رح أشرحها يعني بغير مكان ولكن الفكرة الأساسية يعني رح أوضح فقط مسألة الأفرانت نيرز والأفرانت نيرز الأفرانت نيرز هي اللي النيرز العصاب اللي تكون من مكان الستيميوليشن إلى يعني تجه من البريفوري من المحيط إلى البريفوري الأفرانت من البريفوري إلى أعطيكم مثال بسيط نفرض أنه هذا المايك وكواحدة قالت المايك هذا بقيد راسي مراسي يعني راسها هي طيب هي تعرفنا في السباد ولو هي ما رح تشادع المحاضرة طيب لنفرض أنه هذا ساخن أوكي هذا ساخن خليت إيدي أعليه حار كل شي لدرجة أنه يتويني خليت إيدي أعليه رأس رفعت إيدي خليت إيدي أعليه من انتويت هو أساسا شون انتويت أصلا هنا أنا أكو أكو عبارة عن نيرز عبارة عن نيرز عبارة عن أعصاب هذه الأعصاب رح تنقل لإعازات العصبية من نانا وأن تمشي لهنانا وتوصل للسبانال كورد أو للبراين حسب السمم مهم ولكن توصل للسنترال نيرف سيستم هذه الأعصاب اللي جاءت تنقل هذا الإعازة العصبي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن أفرانت نيرز أفرانت نيرز رح يجي الرد عليها الاسبانال البراين أو الاسبانال سيقوم بروسسسنج أنه أكو ألم أكو حرق أكو شي يحترق كو شي قاعد يحترق واخروا الإيد واخروا إيديها إيديها توخر قلو لها قلو لها أخي واخر إيديها جايزاوي فالمسألة هذا الرد ما رح يجي رح يجي من central nervous system cns هذا الرد رح يكون عن طريق الإفرانت نيرز الإفرانت نيرز فالرد رح يكون من البرين إلى العضلات العضلات اللي هي هذه العضلة يعني أنا رح سوي يجي رح أؤخرها عضلات معينة المهم كل العضلات المسؤولة عن هذه الحركة رح أؤخرها هاي فكرة الإفرانت نيرز رح تكون من transmitting information from brain or spinal cord to the muscles بهذا المعنى هاي فكرة الأفرانت والإفرانت طبعا مثل ما قاعد نشوف أنه عندنا هذا nervous system الآن أكو فكرة مهمة احنا طبعا هذا ولا علاقة بالميديكال فزيكس ولكن صراحة أنه استفزني فكرة أنه مصنف central nervous system والأوتانوميك nervous system مصنف غلط غلط تماما غلط فضيع ورح أشوف شلون ولكن كفكرة أنه لازم يكون بالنسبة لأي استفزني فصراحة أنا حبيت أوضحها وما رح يكون قليل من الكلام فالnervous system أنا رح أقسم إلى قسمين ولكن قسمين استنادا على شنو استنادا على structure structurally يعني من ناحية structure رح أعتبر أنه nervous system هو عبارة عن قسمين أول قسم اللي هو central nervous system CNS اللي هو يتكون من brain brain spinal cord هذا نسمي central nervous system brain spinal cord من ناحية structure أيضا قدنا peripheral nervous system peripheral nervous system اللي هو PNS هذا cranial and spinal nerves من brain تخرج نيرز cranial nerves الأعصاب الدماغية والأعصاب القحفية ما أدري المهم cranial nerves لأن cranial nerves يخرج من الدماغ اللي هي عبارة عن 12 pairs of nerves رح يخرج من brain وينتشر بالجسم Spinal nerves أيضا نفس الحالة عبارة عن أعصاب رح يخرج من spinal cord وينتشر بكل الجسم فذني الأعصاب هنا الأساس الأعصاب وتفرعات كلها بالجسم كلها نسمي peripheral nervous system فإحنا قسمنا فلاحظت المسألة شلون أنه قسمت nervous system من ناحية structure structure كتركيب كتركيب هو مكون من جزئين جزئين ماديات المسهم بهذا المعنى فالbrain spinal cord هذا central nervous system والcranial nerves والspinal nerves يعتبرون peripheral nervous system هذه الفكرة الآن الآن دعنا نصنف nervous system على أساس functional أو أساس function فرح أصنف functionally into two divisions اللي هي somatic nervous system الجهاز العصبي الجسمي الجسماني somatic nervous system يكون voluntary هذا مو معنات أنه هذا لازم يكون فقط موجود بالcentral nervous system أو فقط موجود بالperipheral nervous system لا هو موجود بهين اثنين ولكن الفكرة هذا مسمى وظيفي بهذا المعنى مسمى وظيفي من أقول somatic nervous system فهو nervous system أو الجهاز العصبي المسؤول أو الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن الحركات الإرادية بالجسم منها هذه الحركة الآن قاعدة أسويها هذه الحركة كلها جاء أو somatic nervous system هو المسؤول عنها autonomic nervous system الجزء الثاني أو الpart الثاني أو division الثاني اللي هو autonomic nervous system هذا هذا السystem مسؤول عن شنو مسؤول عن الأشياء اللائر عادية حركة دقات القلب مسؤول عن مثلا التنفس أثناء النوم يعني هو تنفس حالة يعني مسؤول عن تنفس أثناء النوم خلو نقول هسا قدنا مثلا هاي الردود هاي الردود هاي من احترقة حركة لا إرادية فهذا أيضا مسؤول عنها autonomic nervous system العواطف العواطف أيضا مسؤول عنها autonomic nervous system هاي أمور مسؤول عنها autonomic nervous system autonomic nervous system وين موجود موجود بهين اثنين فهذا مسما وظيف لجزء من nervous system الموجود بالجسم كله الآن autonomic nervous system ينقسم إلى قسمين السمباثاتيك nervous system و البراسمباثاتيك nervous system السمباثاتيك nervous system شيء يزيد البراسمباثاتيك nervous system شيء يقلل هاي بهذا المعنى شنو معناته يزيد ويقلل شنو غصدي بيها مثلا السمباثاتيك nervous system من يصير على القلب رح يزيد من دقات القلب البراسمباثاتيك nervous system من يصير على القلب رح يقلل من دقات القلب السمباثاتيك nervous system يزيد من ضغط الدم البراسمباثاتيك يقلل من ضغط الدم السمباثاتيك nervous system يوسع الأوعية الدموية البراسمباثاتيك يضيقهم توسع البؤبؤ هذا لا أعفوه لا لها معنى ثاني فبهذا المعنى السوات سواتينج جاي من السمباثاتيك نيرفز سيستم زيادة السوات العرق يعني بهذا المعنى فهي فكرة النيرفز سيستم هذه الكلازفكيشنز مع النيرفز سيستم فغرض أنه أقول أنه النيرفز سيستم ينقسم إلى سنتر النيرفز سيستم وأوتوناميك نيرفز سيستم دني غلط بهذا المعنى من أقول central و peripheral ماشي من أقول somatic و autonomic ماشي بس أقول central و autonomic أكون شي غلط هكذا كل الفكرة اللي حبيت أوصلها بما يخص classification أو nervous system اللي هو حاجة عنها بالبداية نكمل مع المحاضرة مع هذه المحاضرة الautonomic nervous system مثل ما أعرفنا أنه فهذا صارت عدنا واضحة أن central nervous system شنو معناته الautonomic nervous system شنو معناته ال defect أو الخطأ اللي أنا أعتبره خطأ أنه إذا صاحبها المحاضرة هذه يعترض علي فأنا ما أدعي مشكلة صراحة بس أنه هذه من وجهة النظر الاناتومي فهو يصنفها بهذه الطريقة لأنه الاناتومي من يقول كلمته بالclassification فهو تخصصة يعني هنانا medical physics مو تخصصة أنه تصنف الclassification لهل هذا central nervous system هل هذا التصنيف صح أو غلط فهذه مشغلات medical physics حتى هي تفصل يعني بالموضوع طيب الneuron اللي هو عبارة عن الخلية العصبية is the basic structure unit of nervous system this is specialized for reception تستقبل interpretation أوكي تسوي ترجمة وأيضا transmission فوظيفة هذه الخلية العصبية أنه تستقبل المعلومات تستقبل electrical signals electrical signals وأيضا تسوي interpretation electrical signals وأيضا تسوي transmission فهذه الfunction مالتها أوكي بهذا المعنى الcontent of neuron طبعا ما أدري أنا أيضا أعترض على content أقول composition composition أنه تركيبة مش متركبة بهذا المعنى مو محتوياتها طيب cell body أو body of neuron هذا هو الbody مثل ما قاعد نشوف هذا هو الbody طبعا الbody وظيفة شنو receives electrical messages يستلم يستلم الإعازات العصبية يستلم الرسائل الكهربائية يعني الكهرباء راح تجي من خلية معين طبعا ثانية اللي هي الإكزون مالتها راح نشوف السبعة شوية الحشرة هذا شبعة شوية لأنه أحتاج أن نفهم الإكزون نيرفز 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 أوكي طيب كونتاكت سينابس سينابسيس شنو هي بالضبط طبعا أيضا قبل لا أفهم السينابسيس يعني خلينا نفهم الإكزون يلا أفهم طيب اللي هي عبارة عن ذني 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 التشجرات اسمها أنتم ماخذين هذا الشيء يعني مسبقا بنسبة الطلاب اللي شاهدون اللي هم طلاب طب فأتوا مرأتوا بالسادس وبالسادس أنتم شارحوا لكم هذا الشيء فبالنسبة لكم تعرفوا فالدين هي عبارة عن التشجرات اسمها بالعربي التشجرات اللي هو جسم الخلية هذا الهنان هو هذا كل أيضا أدنا الاكزون اوكي الاكزون of nerve fibers this carries the electrical signals to muscles glands or another neurons it's usually converted by myelin sheath المايولين sheath أول شيء هذا هو الاكزون هذا الطريق هذا كل المكان هو هذا الاكزون هذا هذا انتمي اكزون هو لنهاية يعني مو بس هذا هو كل للنهاية هذا الاكزون ممكن يكون myelinated مثل ما قلنا نشوف هذا الابيض هو myelin sheath وممكن يكون unmyelinated myelin sheath هذا الابيض فهذا هس اللي عندنا myelinated myelinated هذا يعني ما موجود به هذا myelin sheath طبعا معلومة هنا بالاطفال اغلب الاكزون يكون unmyelinated بهذا المعنى لهذا بس يشوف ان الاطفال استيعابهم بمقارنة بالبالغين استيعابهم يكون اضعاف قدرتهم على معالجة الامور تكون اضعاف ولكن بتقدم الزمان رح ينبني عدهم هذا myelin sheath بال neurones مالتهم فرح تزداد مقدرتهم على معالجة الامور بهذا المعنى اكو امراض اكو امراض يعني عقلية وامراض يعني امراض معينة يكون من الاشوان فيكون اكو بيهم مشكلة ليخليهم غير قادرين على معالجة الامور بشكل جيد يعني بحث انه ينسون او ما يقدر يسوي processing ما يجمع بمعنى ما يجمع فهذا يكون اكو مرض بسبب انه موجودة طيب اه طبعا اه غطا كل ما عدا لو نلاحظ انه هذه النقاط هنانا هذي غير مخطط بالمال هاي النقاط هنانا هذي النقاط هذي النقاط اللي هنانا مثل ما قاعد نشوفها هذي هذي راح نسميها nodes of run وقد run وقد نقاط can transmit in another direction طيب however the synapse can can okay the synapse that connect it to another in your own only permits permits the action potential to move along the x zone away from its own cell body يعني بما معناته انه نيرف انباصل قاعد يقوله انه قاعد تتجاه باتجاه واحد هذا السهم بنفس اجي purple move اوكي قاعد ينتقل باتجاه يعني بعيد عن بعيد عن الس من نانا اتجاه لل نهاية هذا فهمنا فهمناها فنلخص اللي قلت ونفس الوقت تنفهم شو المعنى سينابس قدنا طبعا هذا السل بادي اوكي السل بادي يحتوي على وهذا هو عبارة عن x zone x zone يحتوي على هذا هذا الجزء ويحتوي على المعنى بهذا المعنى x zone يمكن ميلينيتد يمكن ميلينيتد ميلينيتد شنو مقناتها يعني هذا الابيض هذا الابيض اللي مغطيه سواء كان ميلينيتد او يعني ميلينيتد يكون بنقاط معينة ما موجود ما مغطات أوكي فواصل اللي هي nodes of run there مثل ما قاعد نشوف nodes of run there الآن فكرة السينابسيس شنو الخلايا العصبية مرتبطة مع بعضها تجي هنا هذا تخيل وهذا المربع هو عبارة عن خلية عصبية مثل هاية أوكي مثل هاية فش رح يصير رح تصير طبعا رح تنقلب اهنان يعني هسا هنا لو نكمل رح يجي راس مال خلية اللي هو السل راس مالتها الجسم مالتها رح يجي نحط هنا فرح تتواصل هذه terminal terminal branches of exon branches of exon رح تتواصل مع هذه رح تتصل يعني هي ما تتصل بشكل حرفي وانما تقترب يعني لنفرض انه هذه هي شي رح تقترب من بعضها يعني رح يكون هذا الفاصل شوف هذا الفاصل ما بين هذا اللي رسمت الفوق والجو هذا الفاصل هو synapses وهذا الشيء رح تتعرفون عليه بالhistology يعني هذا ليس وظيفة medical physics انه تعرفكم شو معنا synapses ولكن هي المناطق اللي كون تتصل ما بين ها نهاية خلية عصبية معينة اللي قبلها مع الخلية العصبية الجديدة هذا المكان اللي يتصل به بهذا المعنى هو هذا synapses طبعا كان المفروض يعني صار حصر لكم صورة بس هو متخصص on medical physics انه تفضح لكم شنو معنا synapses فهذا مننا يبلش تخصص on medical physics من هنا طيب الالكتر الالكتر potentials of nerves across the surface or membrane of every neuron every every neuron او المفروض each neuron is an electrical potential اللي هو voltage اوكي electrical potential يعني معناته فرق جهد فرق جهد كهربائي voltage يعني voltية اوكي voltage difference يعني فرق جهد كهربائي due to the presence or more presence presence of more negative ions on the inside طبعا inside رح يكون negative وال outside رح يكون positive نفرض انه هذه خلية اوكي هذه الخلية من الداخل مالتها هذا interior مالتها وهذا الحدود مالتها مثل ما يشوف هذه الحدود هو cell membrane وهذا كل المحاضرة مالتنا هي الخارج مال cell مالتها خارج الخلية الذي داخل الخلية سيكون negative سيكون negative الذي خارج الخلية سيكون positive هناك positive هناك negative ما معناها تولد فرق جهد كهربائي ما بين اي اخذت بالمتسعات اخذت بفزياء السادس اخذت فرق جهد الكهربائي شون يتولد اكو شحنات مختلفة تبعد عن بعض بعد معين رح يتولد مابنات اكو مجال كهربائي فعلى جهتي على جانبي السلم اكو مجال كهربائي اكو مجال كهربائي هذا المجال الكهربائي هو اللي نسميه هو هذا ببساطة طبعا يكون هو عادة يكون من 60 الى 90 حسب حسب اكو حسب اشياء تتحكم به ولكن اقل 60 اكثر 90 70 وغالبا 70 طيب هنا هنا اكو السؤال لماذا موجود موجود مين اجه طبعا انا فسرت مين اجه ادنا احنا اكو سبب موجود يعني موجود شنه بالضبط وشنه اللي خلاه موجود طبعا انا رسمته كذا وموجود هنا لانه صراحة مقار معروف كل شيء موجود بهذا المعنى صراحة يعني يعني مثل ماغلتز هنا هو راح يقول اوضح يعني رسم اوضح احنا ادنا هنا هذا يعني الفلويد السوائل الموجودة خارج الخلية اهنا الانتراسلول اللي هو السيتوسول او السيتو بلازم اهنا السيتو بلازم كل اه اه ادنا شنه ادنا شحنات كهربائية هاي الشحنات الكهربائية النت مالتها اوكي المجموع مالتها راح يكون بوزدف بمثل ما قاعد نشوف انه هذه بوزدف بهذا المعنى اهنا هذي تحتوي على شحنات كهربائية ايضا مثلا البروتين يكون نكتف لي شارج الفوسفيت ادنا فوسفيت جروب ادنا هواي اهنا نت مالتها سيكون نكتف فهنا هنا اكو نكتف هنا اكو بوزدف بهذا المعنى اهنا هذا سبب تولد فاروخ جهود كهربائي هذا شنو بالضبط هذا عبارة عن فولت ميتر اي اعتقد هو فولت ميتر ماذا يفعل هذا فولت ميتر قطب هنا موجود فولت ميتر ماذا يقص الفولتية ولكن هنا بالمايكرو فشاف انه هنا داخل الخلية وخارج الخلية قاس اكو فرق جهود اللي هو سبعين بهذا المعنى اكو فرق جهود كهربائي اللي هو سبعين مينص سبعين يعني هنا معناته انه هذا الفولتية مال تداخل الانترا سالولاري رح يكون مينص سبنتي ميلي فولت بالخارج صفر لهذا سبع اكو بوزيتف بهذا المعنى فرح يكون تقريبا يقترب من الصفر بهذا المعنى هم صفر بضبط ولكن يقترب من الصفر لأنه لا يحاول بس تغير فولت فرق جهود كهربائي داخل وخارج اكو فرق جهود كهربائي اللي خلانا نقول انه القوة الدافعة الكهربائية هي الالكتر رح تكون هي عبارة عن بهذا المعنى هذا اول سبب وجود الكيميكال وجود الكيميكال كومبزيشن انه اكو يعني اكو ايونات هنا موجودة وايونات هنا سببت هاي الشحنة سببت هاي الشحنة او فرق الجهود هذا فرق الجهود الموجود طيب السبب الثاني يعني شون معناته معناته انه عندي آني طبعا اهنان هذي ال ال ايونز اوكي ال ايونز وهنانا ايونز ال ايونز الموجودة هنا تختلف عن الموجود هنا منافسها هي منافسها السبب انه منافسها بسبب انه ال اشياء بعدين تاخذوها يعني مووظيفة المنتي الفيزيك ستفسر هل هي هنا موجودة غير شي وهنا غير شي مووظيفتها ولكن الفكرة انه السلمان برين يساهم بتوليد فرق الجهود هذا الشون يساهم يدخل ايونات للداخل ويخرج ايونات من الداخل للخارج يعني يتحكم بانه من اللي تدخل ومن اللي يتخرج بهذا تحكم يجد التحكم بالداخل وال بالخارج وهو يتحكم بالموضوع هو يسبب هذا الشي وهو يطلع الشحنات الموجبة يطلعها لبره والشحنات الشي اللي يدخلها للجو فهو اللي يتحكم بهذا و اللي يسبب هذه المشكلة اوكي هي مو مشكلة بالعكس هي ايجابي بس انه هو اللي قاعد يسبب هذا الشي بهذا المعنى الآن خلل نلخص اللي هذا كله قلنا احنا عدنا هسا بهذه الفقرة الثانية طبعا ارجع ان اكد على النقطة خلل نباله شمه بداية الله بهذا بهذه الفكرة اوكي هاي كلها تحدث عن شنو تحدث عن انه الكهرباء موجودة بالجسم والموجودة وشنو الغاية من عده ووظيفتها هنا انا اتحدث عن النرفسيستم اوكي هاي كلها تحدث بها عن النرفسيستم انا عدد يفسر انه نرفسيستم شنو بالضبط باعتبار انه قاعد يحكي عن الكهرباء والكهرباء اكثر شي موجودة بالنرفسيستم فلازم ياخذ فكر عنا لحد ما مهمقة صنف لي هنا سيكلاس فيكشين قلنا انه غلط وراحت انه رحت من مكان ثاني شرحتها وطلعت لكم راوتكم موجهي الحلوك فبهذا المعنى ففهمناها بعدين ايجينا نفسها فهمنا شنو النيورونز واجزاء النيورونز من شنو متكونة شكلها الفهمناه شنو بالضبط من شنو متكونة هذا كان الاول اوكي كان الموضوع الاول الموضوع الثاني رح يتحدث عن الشحنة اوكي عن الكهرباء الموجودة اه يعني موجودة rdsall membrane فتحدث عن turtle potential collapse شنو معنات الموجودة اوكي عبر plasma membrane عبر Quorum خلية اختلف تركيب داخل السائل داخل الخلية اختلف عن faisait خارج الخلية. اه اعرفنا ايضا انه الممبرين هو ايضا يساهم يساهم بهذا الشيء انه هو اللي يخليهن مختلفات هو يدخل ويخرج بكيفه. بهذا المعنى قلت بدس يعني عنده اختيارية لانه منه يبقى ومنه يضلع. طيب. اهنا ايش راح يقول يقول اه اه كل السلز ادها ممبرين بوتنشيل. هاي كلمة واضحة انه كل انواع الخلايا رح تكون بها هذا الشيء. اوكي. اللي هو داخل السل تكون اه نيجدف واخارج السل تكون اه طوال تكون اه فالي يخلي اكون عندي اه اكون عندي فولتج. فولتية فولتج دفنس ما بيناتهن. نسميها الالكتركل اه بي هذ المعنى. اه 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 او ماذا يفسر هنا؟ يفسر أن الكمبزيشن فرقة عن الإكتراسلول الفلويد بالداخل لدي بوتاسيوم أكثر بوتاسيوم أكثر و بالخارج لدي السوديوم أكثر ب هذا المعنى فهذا الفرق هذا الشيء يسبب منه لماذا يوجد بوتاسيوم أكثر وبالخارج أكثر لدي ما اسمه السوديوم بوتاسيوم السوديوم بوتاسيوم ما هو السوديوم بوتاسيوم هذا عبارة أن أخذته أو النقل النشط أو الفعال أخذته أحياء السادس الألمي الفصة الأول الجزء الثاني من الفصة الأول أوكي بهذا المعنى فأخذته هذا الشيء الذي هو النقل النشط النقل النشط أو الفعال أني عندي هنا السوديوم السوديوم سوديوم أكثر خارج السوديوم أكثر خارج السوديوم أكثر وكمية قليلة سأقلها للداخل هذا هذا الشغل السوديوم بوتاسيوم طبعا هنا ما لدينا الفكرة لا نفهم شغل السوديوم بوتاسيوم بوتاسيوم الذي تريد أن تركز عليه تقول أنه هذا السل ممبرين هو ينظم بكيفه ينظم طبعا بشكل حرفي وإنما هو عنده أشياء موازين هو يمشي عليها من هذه الأشياء التي يمشي عليها أحد الأدوات التي يستخدمها هو السوديوم بوتاسيوم بوتاسيوم بومب وهو يتحكم في الداخل وممين بالخارج ويتحكم بهذا الشيء هو يتحكم يتحكم الأشياء التي يريد أن يدخلها وهذا تحكم لسبب أنه هناك كثير من الرحيل هذه هي الفكرة التي يريد أن تروحها وهذا أحد الأن الممبرين بتانشيال دفرنس is about to 70 mV الفرغ مالتهم الممبرين بتانشيال 70 mV هذا الشي قلت outside being charged as being at zero يعني بالخارج يكون تقريبا zero the inside يكون minus 70 mV بهذا المعنى فمريدي يشوف انه مريدي يسوي لهني يعني قياس فرح تطلع 70 هاي الامور يعني مو الا الدققون بها لكن الفكرة انت دائما نفكر او انت خافز زالين دائما نفكر انه بالداخل اكو negative بالخارج اكو positive اشقد ال difference هو 70 mV هاي انتهى carried on large organ اوكي هنا انا قاعد نفس الشي اللي قلت انه بالداخل سبب هذا ايضا انا عندي البروتين negatively charged فوجوده بالداخل قاعد يسبب عندي هذه negative t بسبب البروتين و بسبب الions negative طبعا ولكن مثل ما قلت انه انا نت charged بالداخل هو negative والنت charged بالخارج هو positive هاي الفكرة البروتين والنوكليك اسيد الـ DNA الـ RNA الريبوزونز ذني كلهن negative بهذا المعنى فلهذا السبب داخل الخلية انه negative جدا عالية اما هي عليه بخارج الخلية الان عدنا موضوع اللي هو الـ action potential اللي هو ينتمي للموضوع الثاني طبعا احنا راح ناخد موضوع اول وثاني فقط الثالث راح ناخد منه شوية اللي هو اول اربع ورقات اول اربع صفحات ونكمل على المحاضرة اللي بعدها يعني المحاضرة القادمة اللي هي بعدين مهزة الـ action potential مثل ما قاعد نشوف الـ action potential احنا ما قلنا الداخل والخارج positive هذا الشيء راح يتغير اوكي راح يتغير فهي الـ action potential هي عبارة عن تغير بهذا الشيء اللي قلت الـ action potential after application and effective stimulus رشهولد طبعا هنا ترشهولد مهم استخدامها على ما اعتقد غلط اهنانا قدنا شونه الـ effective stimulus يعني بوعناتها مثل ما قلت انه طبعا هاي من خليت ايدي الشيء الحار على هذا المايك اللي هو اكبر مراس هاي البني اللي هي تقول فالمهم انه من خليت ايدي اه سببت حرارة هاي الحرارة فعلت فعلت شيء داخلي فعلت يعني هذا الـ neurones اوكي الـ neurones فعلت الـ sensor neurons ففعلت خلت تنتقل به نعاز عصبي اللي هو الـ action potential هو هذا الـ stimulus وصل للـ nervous system الـ nervous system سوى لـ processing ايضا رد عليه رد عليه رد مالتا هو بسبب الـ stimulus نفسها اللي هي هذا الحار الحرارة رجاء الطائعاز عصبي للعضلات قلصت قلصت صار action صار شيء صار فعل بهذا المعنى فهذا هو قصده بالـ stimulus فالمهم انه هو تغير احنا يعني هاي حتى نفهمها هاي الفكرة هاي كلها حتى نفهمها اوكي نركز على نقطة انه هنا positive هنا negative هاي بالحالة الطبيعية الـ action potential رح يتغير هذا المفهوم رح يصير ادي بالخارج negative وبالداخل positive رح يتغير من رح يتغير رح تنتقل عازات عصبية خلال الخلال 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 أو خلال يعني نوروز بشكل عام رح يشوفها شوية شلون طيب الـ يعني هو قاعد يساوها هاي الحالة نفسها اللي قيلتها انه الـ positive رح يكون بالداخل والـ negative يكون بالخارج عكسل الحالة الطبيعية The stimulation may be caused by various physical and chemical stimuli such as heat الحرارة stimuli هي جمع stimulus stimulus هي مفرد هاو يها مفرد هاو يها الاستيميولاس الاستيميولاس جمع الاستيميولاس طيب ستأسهيت الحرارة مثلا قبل قلت الحرارة ومثلت مبس قلت اللايت ممكن يكون استيميلس ادنى الساوند ايضا كل ذنيه ممكن تكون استيميلس سواء كانت فيزيكال او كيميكال ايضا الكيميكال بالداخل ايضا ممكن تكون استيميلس هاي الاشئة راح تقوموها بعدين اكشمتين شرح ما قاعد ناخدها بسنة ثانية اا موضوع طويل كلش طويل وهاي مواضيع كلش طويلة صراحة يعني هاي المحاضرة ولا شيء المحاضرة ولا شيء مقارنة بلي راح تاخدوه بعدين بس هو بدايتكم قاعد تاخدو المديكال فيزيكس فتركيزكم على المديكال فيزيكس الان اكو هاي مفاهمة يعني هاي مثلا هاي السطر اللي خلق عليها ممكن ناخد عليها صفحات هاي اللي هي هاي هم سطر ونص تقريبا اا ايضا ياخد عنها صفحات فا يعني المواضيع بالمستقبل راح تفهموها اكثر الان المفاهيم الاساسية انه تفهمو شنو معنات اكشمتينشيل شنو معنات الكتريكال بوتينشيل هاي فقط هاي المطلوب طيب اا يعني فقط تفهمو شنو معناتها مو اكثر يعني وتقدرون تعبرونا عنها هاي اللي النقطة طيب اول شي اني عندي ريستنج ريستنج شنو معناتها بالحالة الطبيعية خليه شون تكون بالحالة الطبيعية ريستنج بوتينشيل عندي بالخارج حالة نورما اللي قبل شوي قدناها الالكتريكال بوتينشيل هي نفسها ريستنج بوتينشيل بالخارج شنو بوزيتف بالداخل نقدف اشقد الفرق ما بينها تن سبنتي ميلي فولت هذا الريستنج ولكن هذا الريستنج ما يبقى هايش الريستنج بهواية طبعا بالرستنج عندي الاوتسايد الصديو الموجود اوتسايد يكون اكثر بكثير من ما هو بالانسايد وعندي ايضا البوتاسيوم بالانسايد رح يكون اكثر بكثير من ما هو عليه بالاوتسايد فملخص انه الريستنج بوتينشيل هي عبارة عن الحالة الطبيعية للخلية اللي يكون بيها اكو فرق جهد ما بين الخارج والداخل الداخل الخارج الخارج السبب انه او مو سبب ولكن كفكرة فكفكرة مهمة بالرستنج بوتينشيل يكون داخل الخلية الصوديوم اعلى بكثير مما هو خارجها البوتاسيوم بحالة داخل الخلية اقل بكثير الصوديوم اقل بكثير مما هو عليه من خارجها خارجها اكثر بكثير من داخلها اما البوتاسيوم فالعكس داخلها اكثر بكثير مما هو بخارجها هذه فكرة رستنج بتنشر اللي هنا ننتهى ما مطلوب نفهم اكثر طيب ادنا نجي بعد الديبولاريزيشن شنو اللي رح يصير بالديبولاريزيشن نفهم اول شي نقطة رستنج فهمناها بولاريزيشن فكرة بولاريزيشن او بكرة بولر بولر او فكرة بول بول شنو معناته قطب بولر قطبي بولاريزيشن 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 يعني معناتها عدها قطب موجب عدها قطب سالب هذه الفكرة الـ Depolarization أكسها أنه أنا ما أريدها تصير قطبية أوكي Resting by Resting Potential High Positive High Negative يعني High قطبية يعني High الخلية Polar عدها قطب موجب عدها قطب سالب بهذا المعنى Depolarization أنا ما أريد يصير عدها قطب موجب قطب سالب لا أريدها كلها واحد ما بها يا أقطاب أوكي ما بها يا أقطاب الخارج يكون شحنة صفر الداخل يكون شحنة صفر ما بها قطب فهي فكرة Depolarization فالـ Depolarization ما تصير الصوديوم channel اللي هي عبارة عن شنو عبارة عن طبعا الشرعة ما أعرف ما نضحها أي ما نضحها فوق الصوديوم الصوديوم channel اللي هي هاي أوكي الصوديوم وينها الصوديوم ما نضحها هنا من هي الصوديوم بالضبط المهم أنه أدنى هذه الصوديوم الفكرة شنو الفكرة أنه أنا عندي high channel هاي نسميها channel هي شنو channel هبارة عن ممر من داخل الخليئ إلى خارجها ومن خارجها إلى داخل هاي الفكرة فالصوديوم بحالة من يريد يصير Depolarization هاي طبعا الـ channel تكون مغلقة تكون مغلقة بالحالة الطبيئية يصير Stimulation يصير تحفيز هذا الصوديوم الموجود هنا أنه يدخل دخل الصوديوم بهذا المعنى الصوديوم شنو positive هنا شنو عندي negative positive ويهي negative خلى شنو خلى هاي negativity السالبية السالب الموجود بالخلية اللي هي minus 70 ميلي فولت رح يخليها صفر اوكي رح يخليها صفر بهذا المعنى هو هذا Depolarization أنه مجرد دخول الصوديوم من الخارج إلى الداخل يخليها شنو يخليها يعني يوخر هذه الموجودة بيها اللي هي هاي رح تروح هو هذا Depolarization lot of sodium اوكي رح يدخل البوتاسيوم البوتاسيوم رح يسوي العكس بتاسيوم رح يسوي العكس خلينا نشوف اشلون ولكن هو Depolarization مجرد يدخل الصوديوم هاي رح نشوف بRepolarization البوتاسيوم هو اللي رح يشتغل طبعا رح ألخص هذا الشي بقى شوية ولكن فكرة Repolarization الصوديوم ستنفدع سور البوتاسيوم channel بتاسيوم رح تنفدع اوكي رح تنفدع من رح تنفدع شو معناته يعني معناته انه رح ينتشر البوتاسيوم البوتاسيوم بالداخل اكثر من الخارج بالداخل موجود بهواية بالداخل موجود بوتاسيوم هوية بالحالة الطبيعية اللي رح يصير شنو البوتاسيوم رح يطلع من الداخل للخارج لانه انفلحة channel مالتا فرح يطلع سيسبب يعني إعادة إعادة الخلية إلى وضعها عادة الخلية إلى وضعها فبال يطلع الصديوم يطلع البوتاسيوم سترجع الخلية من الداخل من الخارج سترجع هذه الطريقة هنا لا سترجع الخلية بهذه الطريقة سترجع الأمور المترجم سترجع الخلية إلى وضعها الطبيعي الفكرة هنا الفكرة أنه أنا أوكي هي مو إلى وضعها الطبيعي وإنما سترجع بالداخل نغاتي و بالخارج نغاتي سأستخدمها حتى أراجع سأستخدمها حتى أراجع هنا طلع البوتاسيوم فرجعت الخلية بالداخل نغاتي بالخارج بوزاتي فرجعت لهذا الوضع بس هذا مو الوضع الطبيعي ليش؟ لأنه بالوضع الطبيعي البوتاسيوم بالداخل أكثر من الخارج والسوديوم بالخارج أكثر من الداخل حسا صار العكس صار السوديوم بالداخل أكثر من الخارج والبوتاسيوم بالخارج أكثر من الداخل فصار العكس تماما أوكي أنه صحيح هو العكس تماما ولكن بالنهاية صار بقت أن الخلية أو بهذا الوضع بالداخل بالخارج بهذا المعنى يعني هناك المعنى الآن المعنى المعنى بعدين ترجع إلى وضعها الطبيعي الذي سيحدث سيحدث أنه يدخل البوتاسيوم يخرج السوديوم كل هذا سيحدث ترجع الخلية إلى وضعها الطبيعي ولكن بالحالة الطبيعية التي يكون بها السوديوم بالخارج أكثر بالداخل أقل البوتاسيوم بالداخل أكثر بالخارج أقل بهذا المعنى الآن حتى الراجع المسألة يعني الراجعها هنا أفضل أوكي هو ما بقى أدنين تقريبا راح تخلص محظر ما بقى لها هوايا أدنا هنا الشنو هذه النيورون رح نأخذ قطعة منها اللي هي يعني مثل ما قاعدت نشوف هذا الإكزون مالاتها قطعة من عنده فأدنا هذا طبعا بالخارج هذا بالريستنج بالخارج بالداخل فهذه الريستنج بهذا المعنى هاي بحالة الريستنج اللي صار شنو اللي صار أدي صار أدي هاي هنا أنا أيضا هنا قاعد يوضح فهي النقطة هاي الخط هنا هذا الخط أوكي هو نفس هذا بهذا المعنى فهي الحالتين هنا أنا هاي على الرسم وهنا على الدايغرام فاللي صار بعدين شنو صار 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 عندي هاي الحالة اللي هي اللي هي معناتها دخول الصوديوم إلى داخل الخلية نفتحة تشنل دخل الصوديوم إلى داخل الخلية سوى دي بولاريزيشن سوى دي بولاريزيشن مثل ما قاعد نشوف طبعا هذا هنانا تايم هذا هنانا الفولتج فهنان الفولتية قاعد تسعد ليش؟ لأنه داخل طبعا هذا قاعد يحكي انتراساليولوري بد داخل الخلية هنانا سالب سبعين مرح تسعد يعني رح تصير بالموجب فرح تسعد يصير لها دي بولاريزيشن أنه توصل هنانا هذا النقطة هنانا صفر وصلت للصفر هنانا صفر هي رح تسعد أكثر بنا صفر رح تصير بوزتوف يصير بلس بوزتوف رح تسعد وصلت ال40 هنانا وسطة 40 اوكي هناني شنو هناني شنو ب clearer هنان مثل ما رأ twade التبلوائزيشن طبعا ب cap JOHN شنو رح يصير هسا هناني هنانا هنانا kasih الими هنانا من ال stabilizer هن كد claims داخل الخلية بيهاي النقطة هنانا بدين ستركع وتنزيل ب lap MOD ستنزل بالرليبولاريزيشن وبهذا الحالة سيخرج البوتاسيوم الى الخارج ويبقى الصوديوم بالداخل مثل ما قاعد نشوف هذا الاخضر انه خروج البوتاسيوم هذي الريبولاريزيشن هنا الفكرة الفكرة انه لا تصل لا تصل لهاي النقطة لا تصل لهاي النقطة وتتوقف لا ستنزل لجو بعد اكثر فنسميها هايا الhyperpolarization hyperpolarization يعني انه زيادة زيادة بالpolarity زيادة بالقطبية زيادة بالشحنة وصلت الى انه يعني مو minus 70 ستصبح اقل بكثير من ال minus 70 مو بكثير يعني هنا نشوف ايش قد ما اعرف صراحة ايش قد بس انه نفرض هنا يعني ستصبح 90 ممكن يعني هذا الhyperpolarization طبعا هو ما ذكره هنا ولكن هي ذكره هنا لازم تكون موجودة الآن صارت الريبولاريزيشن الآن لازم ترجع الخليق الى وضعها الطبيعي اهنان شنو اهنان من تريد ترجع الى وضعها الطبيعي ما الذي سيصبح الذي سيصبح سيرجع البوتاسيوم يدخل الى الداخل والصوديوم يخرج بوتاسيوم يخرج حتى ترجع الخليق الى وضعها الطبيعي صوديوم بالداخل قليل بالخارج كثير بوتاسيوم بالداخل كثير بالخارج قليل هاي الفكرة طيب الآن هاي النقطة صراحة اثارة اهتمامي حسة اثارة اهتمامي ما اثارة اهتمامي قبل الـ طبعا هذا الشيء خارجي يعني اللي راح اقوله ما اعتقدتموا طالبين بي ولكن الفكرة شنو الفكرة ان هذا كل اللي قاعد تشوفوه احتمال كل ما يصرف يعني شلون يعني يعني مثلا اخلي ايدي على شيء مو كلش حار بس هو حار مو كلش حار لدرجة انه مو اقدر اتحمل رأسا ايدي لا انه حار بس مو كلش اهنا هذا حار بس مو كلش بهاي النقطة انه يعني شورة نقول مترددة تسوي اكشم موتنشل ولا متزوي هاي الفكرة مترددة متدري يعني مترددة فاحيانا انه يعني تكون مو قوية كلش يعني لا هي قوية لا هي ضعيفة يعني متوسطة فما تسبب اكو اكشم موتنشل ما تسوي الاكشم موتنشل فتلغي مجرد شوية تسعد ورأسا تلغي ماكو هذا كل ما يصير شوية يجبس شوية يتغير ورأسا لغت الموضوع ما عجبها بينما لا اكو احيانا الستميلوس قوية كفاية حتى تسبب كل هذا الكلام بعض المعنى طيب ادنا طبعا هناك 2 مختلفة ما نقول مختلفة يعني مختلفة يعني تجمع من الخلية العصبية عدي وعندي وعندي هذا الشيء لت مصبقا صراحة الميلينتد إنه بميلان شيث اللي هي the pump rain of their exons are covered with a fatih fatih insulated اللي هو هذا هو الميلان شيث نسمي يكون fatih واساسا مكون من دهن يعني أغلب شي هو phospholibid بالغلب مكون من phospholibid اللي هي دهون طالما هو مكون من دهون و مكون من fatih acid sorry phospholibid فرح يكون عازل هنا أعرف أنه الدهن عازل أوكي يعزل فطالما هو عازل فرح يشتغوا مثل الواير الواير اللي حوله أكو يعني هذا المطاط البلاستيك بهذا المعنى هو هذا الفكرة يعني فهذا يكون ميلانيتد طبعا هذا كفاءة على نقل عزة العصبية أسرع من هذا كفاءة أقوى هذا كفاءة أكثر يعني that has small uninsulated اللي طبعا هو مغطى بال ما عادة مثل ما شفنا يعني فوق طيب يعني ما عنده هذا الشيث الشيث يعني سليب نفسها أوكي فنميلانيتد يعني ما عنده الميلانيتد النهاية ما مغطى بهذا الفاتي الانسولياتر طيب اه 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 يعني عازل جيد جدا يعني عدي مثلا هاي النيورون او هذا النرف من هنا كل ما نتقدم قاعد الامبلتود اللي هي كمية او ساعة الساعة الاكشن تنشى قاعدة تقل قاعدة تقل خلال انتقالها من هاي النق يعني خلال انتقالها بالنرف كي بالنرف بالنرف بالعصر اه اه بالنرف بالعصر يجب التنال يعني يتم تخفيفها او تخفف Or تقل يعني ماذا نقصد بها نحن لدينا التيار الكهربائي مثلا من المحطات التوليد الطاقة الكهربائية إلى البيت ينتقل الساكل الكهربائي التيار الكهربائي نفس الذي كان موجود في المحط أول ما طلعنا المحطة هو ليس نفس الذي يصل إلى البيت ليس نفسه بسبب أن السفر يصبح خسارة بالدير فهو ليس نفسه هذه هي الفكرة التي أريد توصلها ولكننا أكيد لدينا نظام يعالج هذا الشيء ما معناته؟ يعني من أقضة رامفير سيتقل سيتقل بشكل ملحوظ بشكل ملحوظ لأنني عندي نقل يعني قاعد التقل فشنو الخلية أدهى نظام أنه تعالج هذا الموضوع أنه كل ما يقل تزيد تزيد كل ما يقل تزيد كل ما يقل تزيد بهذا المعنى طيب فاهم التزيد على المدينة وهو الجاب الخلية والمدينة أعرفناها لأنه يقل التزيد إلى أقضار السفر وأنه يقل هذا الموضوع يتبقى كل ما تزيد إلى أقضار السفر الوضع على المدينة تبدو أنه يقل from one node to the next that is travels okay by a saltatory conduct conduction طيب شنو مانات هذا الكلام هنرجع الى نريد نيرونز المهم لا ما هاي مدني الاصلي هي ماذا هاي ماذا هاي مالنشيث هاي نود اوفران فير رح تنتقل من نانا لهنان الاكشو متنشر من وصت للنود اوفران فير من بدأ يعني هاي هنانا قوية الاكشو متنشر قوية وصت هنا ضعفت اكو هذا الضعف مالتها رح يسوي استيميوليشن اكوفاد سيستم معين يخليها من تضعف رح ترجع تقوى فتصر وكأنه هي هيش بهذه الحالة اجدت لهنانا اجدت من نانا عالية لهنانا واطية رجعت عالية واطية عالية واطية عالية واطية بهذا المعنى ولكن هي تبقى من توصل لهنانا تبقى بنفس قوتها بهذا المعنى نفس قوتها مما هي بلشت منها يعني هنانا وهنانا رح تبقى نفس الشيء رغم انه هي قاعدة تنقف وطرتفة تنقف وطرتفة تنقف وطرتفة هاي كل الفكرة بالموضوع ادنا طبعا اخر موضوع رح يكون عن الالكترقال يعني السيجن او الالكترقال potential اللي هو ادنا طبعا ادنا طبعا اضحى تنقف وطرتفة تنقف لنسبة الحالة الانتشار من الانتشار من الانتشار المقاومة الاسلاك عدها مقاومة ادخل انه التيار ما ينتقل بسرعة تغلل من سرعة كلما زادت المقاومة للأسلاك تقل سرعة التيار التي ينتقل عن طريق هذه الأسلاك وزيادة المقاومة لها كثير من الأسباب السبب الأول The internal resistance of an axon decrease as its diameter increase يعني هذا الرزيستنس اللي يسبب ضعف بالأكشن متنشل رح يقل هذا الرزيستنس لما تزداد الدياميتر يعني كلما زاد الدياميتر ما للأكزون كلما زاد كلما قل الرزيستنس كلما زادت سرعة الأكشن متنشل أيضا The internal resistance of an axon increase as the length increase يعني الطول ما للأكزون من يزداد تزداد الرزيستنس تقلل سرعة الأكشن متنشل بهذا المعنى فشي يقول A short axon axon قصير With a large zainiter القطر ما التاع كبير and will have and will have هنا غلط انجليز A higher velocity of propagation than a long axon بهذا المعنى With a small diameter هاي الفكرة شون الفكرة ما فهمنا أوكي الفكرة انه بما معناته انه قاعد يقول الديام المثالي طالما هو كلما قصر كلما زادت السرعة كلما طال طال الطال 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 كلما قلت السرعة زاد الرزيستنس قلت السرعة بهذا المعنى فيقول احنا الحالة المثالية انه لما يكون الاكزوم قصير لما يكون الاكزوم قصير ستقلل المقاومة الرزيستنس ولما الدياميتر كبير في معناته انه شونه قلت قلت الدياميتر سوري قلت الاكشوم تنشوف بهذا المعنى سوري زادت الاكشوم تنشوف فاهمتوها اكيد فهاي الفكرة انه قاعد يفرض حالة مثالية طالما بالزيادة الدياميتر تزداد سرعة الاكشوم تنشوف تقل الرزيستنس فاحنا نفرضها انه هنانا بالحالة الطبيعية يعني بما معناته انه اكثر الاكزو او اكثر اللي ادهى كفاءة ليصال الاكشوم تنشوف هي تكون اقصرهم وعرضهم بالدياميتر لهذا المعنى اكثرهم بالدياميتر طيب اه اللي هي الساعة يعني، الشحنات المخزونا اوكي اه Across the membrane بكаж Lal او او اوش الشحنات المخزونا او الخزيار استع ذائل المخزيار يعني شون اللي قاعد يقوله خنكمل حتى نفهم بالضبط يعني اوكي بها المعنى كفكرة هذا الموضوع يعني احنا اخذنا بفكرة المتسعات وكذا هالشي اخذنا فأكو اشياء احنا نفهمها نعرف انه لما نخلي عازل ما بين المتسعات ستزداد استعمالتها هذا الشي احنا نعرفه مسبقا فيقول شنو يقول هذا الميلنشيذ الموجود على الخلية هذه على الاكزون الميلنشيذ قاعد يزيد الكاباسيتنس من يزيد الكاباسيتنس السعي يعني معناته من رح يزيدها من يزيدها هنا بهاي الحالة رح يخلي الميلنشيذ سوري خلي الاكزونز اللي تكون ميلنشيذ السرعة انتقال الاكشموتيشل سريعة اسرع بكثير طبعا فكرة الكاباسيتنس وكذا انه لا تعقدوا نفسكم بيحدة تفهموها اوكي اخذ الملخص الفكرة يعني الفكرة الاساسية انه انا لما يكون عندي ميلنشيذ لما يكون هذا النرف ميلنيتد يعني معناته شنو معناته انه الاكشموتيشل ستنتقل بسرعة اكثر مما هو عليه مما لو كان الميلنيتد هاي الفكرة يعني الميلنيتد الشحنة تنتقل بأسرع بكثير من الميلنيتد وهذا خلص انته طبعا هذا بداية الموضوع فقط رح اشرحها تكملتها رح تكون بالمحاضر الجاية بداية الموضوع الشنو انه يقول معناته السيجنال الموجودة بالمسلز اوكي السيجنال الموجودة بالمسلز يقول يعني السيجنال الموجودة بالمسلز ايضا هي عضلات تكون طولية شكلها طوليس طواني فالأكشموتيشل اللي موجود بيها هو نفس اللي موجود بالنيرفز نفس اللي موجود بالنيرفز هاي الفكرة يعني نحاول يوصلها الرسطين فتنشل طيب المسل اكشن اشتركوا بي اكشن او اكشن فتنشل تترافل الون النيرف اكشن و تترافل اكشن موتور و موتور و موتور شايفين هاي النقاط هاي النقاط كلها وهي كلها يعني هاي كلها تكون شكل مثل البلايت البلايت مكون من شنو مثل البلايت او البلايت او النقطة اللي يتصل بيها النيرف مع الخلية طبعا مع العضلة سوري العضلة ما رح تشتغل ابدا بعدم موجود انيرفيشن الها بهذا المانا فالمنطقة اللي يتصل بيها النيرف مع الخلية العضلية اوكي مع العضلة مع العضلة انسي بيها الموتور مكونة من نهاية اللي عازت من نهاية النيرف وسطح الخلال العضلية طيب نفس الفكرة احنا مو عدنا طبعا النيورونز نيرونز انا ما عندي نيرون واحدة يعني ممكن تنتقل خلية عصبية او يعاز عصبية خلية عصبية شنو تنتقل من خلية عصبية ثانية هذا الشيء يعني انتقال من خلية الى اخرى عن طريقة السينابس وذني اكون نيرونز وكذا ذني رح بتعرفون عليهم بعدين نفس الفكرة قاعدة تصر ما بين النيرف والمسل فتسبب نفس الفكرة قاعدة تصر نفسها بالضبط هاي الفكرة اللي قاعد يحاول يوصل ها الآن طبعا ما اقدر اشرح اكثر لانه بعد ما دخل ضمن المنهج مالاتكم بس انه شوية شوية رح تتعرفون بالمستقبل رح تتعرفون على هاي المفاهيم كلها بطريقة عقد بكثير ويعني توسع اكثر رح تفهموها بتفاصيل اكثر وإلى آخر ولكن الفكرة الاساسية انه تفهمون هي الالكتريسيتي اننا قاعدة نتحدث عن الالكتريسيتي شون قاعد تصير الامور شون الكهرباء وين موجودة بالجسم شون تنتقل شون تأثير ها الاخر تأثير على الجسم لو لا الالكتريسيتي يعني معنى تحت من عشتن ببساطة دقات القلب مأتمدة على الالكتريسيتي وبهذا المعنى هاي الفكرة اللي حاول يوصل ها طبعا آسف على العطالة وعلى الخصور ممكن يكون خصور صارت بهذه المحاضرة آسف جدا على هذا الشيء طبعا هنا انتهت المحاضرة انتهى هذا الجزء هذا الجزء الأول رح يكون بعض جزء ثاني لهذه المحاضرة حبيت أفصة لأنه إذا أريد أفضل جزء واحد مثلا ما شفت أنه الفيديو طويل مو قصير ستصر الفيديو طويل جدا ستأبني بالرفع ويرفع هذا وتشوف ما بينما أسجل جزء ثاني يكون أفضل بالنسبة لكم وبالنسبة لي أيضا أو أيضا يقل وقت الفيديو حتى يكون أسهل عليكم بالمشاهدة من تدخل تشوف مثلا ساعتين أو ثلاثة يكيد من راح تشاهد ولكن نشوف الساعة ممكن بعض المعنى نلتقي بالمحاضرة الثانية